بسم الله السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مساء الخير مساء الجمال مساء الأيام المباركة ازيكم يا بنات و ازيكم يا أمهات ان شاء الله كلكم بخير و عافية عمليم خلاص قربنا ان شاء الله ربنا يجيب رمضان بخير دايما أمهاتنا بقولوا رمضان بخير و ربنا يجيبوا بالبل الخير و بالبركة ربنا يبلغنا تامين و لا امين يا رب العالمين لا فادين ولا مفقودين يصلي حال بلدنا يا رب. اليوم الفيديو عبارة عن شنية دلال. فيديو اليوم الليل اول مرة في اول مرة تقريبا في حياتي ايوه. انو انا افرز الكشنا اللي هو شنو. السوس ده احنا بنعمله ممكن بتستخدمه في حاجتين. اول حاجة في اليوم اللي بتعمله فيه فتة احنا دايما عندنا الفتة بتاعت اللحم. بعد ما نعمل الشوربة ونفيتة اللحم نفيتة الخبز عفون بعدين بنروش عليه وصوص من فوق ياهو الصوص ده تمام? وتاني حاجة مضابط للبيزة خرافة تعال اوريكم الوصفة ديه عبارة عن شنو والمكونات السهلة اللي احنا هنشتخدمه. بتدي بكمية حلوة شديد من البصل ما ما تقلليه. على الاقل يكون زي سبعة حبات بصل. بتقليبيهم تقليبيهم في زيت زيتون. واشنو وتكفليهم. بيتبل براهو البصل بيتبل يعني لونه بيبقى احمر هو مكفول عادي زي وزي ده البازنجان. بيتبل لونه بيبقى احمر. بعد ذا بنكون عندنا الفلفل. جميع انواع الفلفل. الابيض. الابيض. عفونا. الاصفر. الاحمر. والاخدر. تقطعيهم زي ما انتي عاوزة. بعد ما البصل يتبل هتنزلي بالفلفل. وكمان معاه الطماطم. الطماطم انا استخدمت تقريبا زي تمانية حبات طماطم. ايوة. تمانية او عشرة ما متأكدة. المهم حاجة زي دي يعني في الحدود دي. كده هتكفليهم. لاحظتوا انه احنا اصلا ما خدتنا فيه موية ولا شي. حينزل موية الطماطم والموية البصل. هتقلبيه كل شوية هتقلبيه هتحس هنا في اللحظة دي لانه ما فيه موية لسه شنو قاعد يتحمر يعني. كل ما اقلب بحس انه الطماطم لسه بتحمر يعني بياخد لون دهبي والبصل كذلك لسه. وبينجضوا بالموية بتاعتهم بس. تمام? بعد ما خلاص. الموية يجل شديدة حتضيفيه بالال hey. ماذا ماذا يزيد علي لون شوية موية.geh بعد ما يزبط. تخلطيه و تفريمه و زي ما انا قاعد اعمل المهم بزي ما انت عاوض. بس الافضل تقريبا. بالا افضل انك انت ما تخلطيه بالخلاط. لانه بيقي نعم شديد بل بعد ذا اضيف عليه بهارات انا صراحا ما استخدم شفيه بهارات خالص لانه انا عملته كده شامل لما اليوم اللي انا عاوزة اشيل منه واحد للبيتزا مسلا ها قوم اعمل شنو هاضيف هاضيف عليه اللي هو الاوريغانو الاوريغانو اللي بخليه اصلا الصوص بتاع البيتزا قريب للسلسل بالايطالية تمام الاوريغانو او شوية زعتر شوية نعناع باودر المهم انا ما اخذت فيه اي حاجة عسان الحاجات ما تتفاعل مع بعض و الدنيا تخرب تمام بعد ما خلاص خلاص طوال موضوع زبط زحيته شلته بجنبه اخدته من التوم اللي انا مجهزاه وشلته منه شوية وقلبت في زيت زيتون تمام قلبت في زيت زيتون وحط فيه بس صلصة واخر شي حنزل عليه بس صلصة اللي خلطناه داك بعد ما خلصت الحاجات دي حسيت انه انا فيه حاجات كتيره ما جبتها ودونا هنا انزار انه لاجواء اليام الجاية ما زابطه شديد من بكرة وقمت طلعته سريع سريع اه اسمي شونه داك ما شد جبتها كنت عنده كنافه برضو ما جبتها لانه في رمضان صعب الواحد يطلع وعندي ناس الماجي وعندي ناس الحاجات الناقصة عن النواقس نواقس جبتها الحمد لله وكمان جبتها الشوفان في ناس الشوفان طبعا مهم شديد في رمضان في الشوربة وفي غير وغير 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 بينهم جبتها حاجات الناقصة بعد كده بيكون فاضلين زي روتينين او ثلاثة قبل رمضان اللي هو حطلع زينات رمضان لانه كنت بتاع السنة اللي فاتت اللي خاتتاهم وطلبتهم شيئا لسا ما وصل ما عارفه لشن دا انا نزليكم كله مع بعض ونضبط الدنيا كده ونزين ونعيشها لاجواء الرمضانية مع بعض بعد ما خلصتها يا جماعة هي نضفت له الملح الافضل انك تجيب الملح الحجري او ملح هملايا رخيصا اللي هملايا رخيص رس هو يعني صحي اكتر وكويس يديد هملايا تقريبا العبو الكبير عن هسي المعاي في المطبخ قلت يمكن يعني يمشيني لين وصو رمضان جيبت واحد كبير كبير يعني عبو كبيرة هسي من طلعتها بعد راهيم او ثمانية راهيم ما اكتر من كده احسن تجيب الصحي بدلا ما تشتري ذاك بيدرهمين العادي اجيب الملح الهملايا سنح شديد سنح شديد تمام بعد ذا جيبت الاكيس بتاع الفلكم بعد ما خلص هو هو قعد يشوفه بعد ما خلصت دا قلت مسافة ما يبرد خلاص اقوم اعيز نفسي بحاجة لانه كنت اعامل غدا برضو للاولاد ما شاء الله كلهم دخلت اعلى عملت لي كده عروكة خفيفة وليجيت لقيت وبرد خلاص قسمته في اكياس وكله اتنين تقريبا تاني خطيته جوا كيس اليوم العاوز اقامل بيتزا بتطلع الصلصة حتى لو ما عندك زمن بعدات فرزينيه ممكن تعملي بعدين بنفس الطريقة تمام في يوم من الايام يعني في رمضان المهم خلصت اللاكياس دي كده نظفتهم لما زبطتهم الاطراف كان لازم ان نظف عشان اكفل الكيس دي وصفة كانت بتاعت الكشنا الوصفة الاسم ماذا دا الصوص دا رهيب في الفلفل تبعي فوق تضيع بس يعني الكمية بتاعت الفلفل برضو يكون كويس شديد عشان النكحة بتاعت الفلفل الاخضر بيكون زابط شديد المهم بعد ما خلصنا من الحاجة دي بتتونس معاكم شوية للبنات اللي قالوا لي كيف بتقضي يومك في رمضان او بتبدي كيف او اللي بيحصل شانو تمام انا طراحة حوريكم جدولي كيف في رمضان انا واحدة من الناس اللي ما بيحبوا يساهروا في رمضان كتير يعني في ناس بكونوا مساهرين لازان الصبح انا ما بحب او بالاصح اصلا ما بقدر ما 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 عودت نفسي انه انا اساهر لصلاة الصبح انا بكون اخدت لي نومة وصحيت قبل الازان بشوية بصحة قبل الازان بشوية بصحة بديهم السحور يتسحروا وبعد ذا اصلي وارقوا دي نوم تاني دي حاجة مهمة جدا انك انت لازم تعود نفسك عليه لانه لانه عشان شنو عشان فطرة صباحية تكون عندك يعني زي ما بيقول مصح صحة اما لكن انت لو انت حتساهري لازان الصبح مثلا حتق القرآن او مثلا في حاجة يعني اسم شنو اوكي ما مشكلة لكن مثلا تحضر مسلسلات وبعدين عندي حاجة ما بحب بتابع مسلسلات في رمضان نهائيا ما بتابع ولا مسلسل مثلا بعد الافطار بيكون في كم برنامج كده مثلا برنامج الصدمة حضرته كم مرة برنامج رامز بقيت ما بحبه زي ما كنت بحبه بعد غير كده ما قاعد احضر نهاي نهاي ما عندرت بطاط بالتلفزيون خالص بقيت ما بحب سبحان الله مغير الاحوال من حال الى حال دي انا زي ما كنت مدمنة يعني انا مما حضرت مسلسل يمكن زي حداشر سنة الحمد لله وقفت الحاجة دي المهم هنا كده كنت خلصت الكوشنة دي حسيت انه انا انجزتها جماعة حسيت انه ده كان مهم شديد الحاجة دي ما شاء الله شايفة الناس دي كلها بتعمل في الكوشنة بتاعت الاسم شنو بقيت كويسنا انه نحن تقريبا من اليوم الثالث لازم نعمل اللي هو شنو الفتة الفتة اللحم مهم جدا عندنا تمام الكوشنة دي بفوق الفتة مع الرزة المصري رهيب وزي ما قلت لكم لحد تستخدمه للبيزة ممكن تضيف فيه شنو اوريغانو او زعتر تمام او ممكن النعناع اللي هو شنو يعني الواحدة لو دايرة تخلى السوق دي سبحان الله ما بيخلط يعني انا هسي لما قلت لكم النعناع نسيت انه اشتري نعناها مجفف لكن عندي اوريغانو وعندي زعتر كفاية تمام؟ وبعد ذا ممكن انت للناس اللي بيحبوا بيجيبوه الجاهز ممكن تشيل من دا تلقبتي مع الجاهز شوية وطعم بيطلع اصبط شنو بتمنى اكون فتاكم بتمنى تجربوا الطريقة دي سهلة وما مكلفة خالص والطعم ابداع سم وابداع سم وابداع وما فيه اي بهارة زي ما انتو شفتوا تمام؟ المهم يطلب اقو مع ما شنو في رمضان بصحة بدري يعني انا الوقت اللي انا بصحة فيه مثلا زوجي مشا الدوام خلاص اه بقعد مع نفس شوية بقره اقول مسلا مرة بيطلع ستة مرة بيطلع سبعة كده يعني الحمد الله انا حتى زوجي يعني ما متعودة على السهر الشديد في رمضان الا الاولاد الكبارة المهم بعد ذا بقو معه شنو هو طلع خلاص دو عندي مسلا البيت عاوز يعني الم ليمو كده بل بلم ليمو بنظم الدنيا بقعد مع نفس شوية اه بقره قرآن لحد مسلا قريب لاصلات الظهور بقره بقره بقرأت لي كم صورة خلصتها الظهور ازن اه بدخل المطبخ او قبل الظهور كمان مرة بكون دخلتها انجزت حاجات شوفي دايرة تنجزي عاوزة وقت الافطار تكوني خلصت حاجات كتيرة اليوم اللي انت عندك اه زي ما بيقولون ملاحات هتعملي او طبايق هتعملي اعملي من بدري انا حسي مسلا اليوم اللي بعمل فيه تقالية او حامل فيه او ملاح الروب او كده ازان ما ببدي بعد صلاة العصر لا ازان العصر لما يجي انا بكون خلصت الملاح بكون خلصت المسلا اللهم صلى الله وسلم على رسول الله بكون جهزت العصائر دخلهم في التلاجة عشان مبعدين شنو من كركب الدنيا عندي بليلة حيقعد في النار بكون خطيت البليلة في النار خلصتها يعني وقت الافطار مثلا احمي قريب قبل الافطار بنصي ساعة ببدأ في انو سنو احمل السنبوسة نطلع الحاجات بره نعمل اجواء حلوة يعني ما بضايق الوقت اللي هو الوقت الحلو القبل الافطار ده ما بضايق انو ان اكون في المطبخ تغطره يلا وما بعرف الملاحدة وما بعرف دماغ لا الحاجات دي كل اخلصيها بدري وده كله فشنو انك انت تقومي بدري انك انت مات تساهري لحد الصبح بعدين تمشي ترقود تقوم تصحين من النوم الساعة 12 مع صلاة الظهر بعدين كده نهائيا يومك ما هيزبط ما ستكون عندك فرقة لنفسك ولا ستكون عندك فرقة للعبادة انا مثلا بعد ما خلصت الحاجات بعد صلاة الظهر في زمن بين الحد العصر هناك بكون خلصت جزو الحاجات قعدتهم وختيتهم في النار عفون في البتلزاز بمشي بقعد اقرأ بقرأ 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 الحد والعصر يأزم قبل صلاة العصر بشوية بخدت المصحف بصلي وبمشي بدخل المطبخ بشوف شي شنو دائرة الليلة مثلا اغير الطقوم اطلع طقيم تاني اعمل لهم مثلا ما نفس الحاجات المكررة كده يعني بخوش مثلا لو سنبوثة اميسكان سنبوثة اليوم الثاني اقوم اقلب بيزا اليوم اللي بعده مثلا اعمل مطبق فاشنو حاول انك انت تركز مع نفسك ومع مطبخك ومع العبادة فقط وفي بنوتك قتل يتكلم لينا عن الرأة الزوجة اللي ما بيقدر يعني اللي ما بيقدروا الرجال ما بيقدروا هو فراجل بيقدر ما هم كلهم زي بعض يلا ما علينا عادي 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 يا جماعة ما تتحسسوا من الرجال دول زي ما بيقول التوقت تقيت تن … للغتنا الرطانة يعني توكة، يعني تن بي cuidرد رطانة whites and ten dara ادعي ربا يبارك لك في صحتك في عافيتك اكتر شي يعني اكتر شي انه ممكن الواحد يزعل او يخزله او يخونه انه صحتك انه الصحة دي يخون الانسان فعشان كده دايما ادعو ربنا يمدنا بالصحة وبالعافية وما نحتح ادعم نفسك بانفسك ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات هتكلم لكم في الموضوع هذا اليوم حبيت اطلع عليكم بما انه امس ما نزلنا فيديو بس حبيت اطلع عليكم بوريكم الوصفة الرهيبة دي ان شاء الله باذن الله عندنا روتينات كده هنلملي مدونة شوية هنضبطنا التلازة شوية ابقوا بخير لحد ما اديكم في الروتينات الجاي ان شاء الله سي ما اقولت لكم برتيب تنظيم زينات رمضان حركات بركات ربنا يبلغنا تامين ولا مين صح صح وكده وزعلانا تفاوض امرها يا رب العالمين وما تشيلوا شي في خاطركم ربنا يسعدكم ربنا يجبر بخاطركم ورمضان اكيد هيكون احلى و احلى معاكم الان ما اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة